و المشاهدين من أسبوعين تقريباً تصل فينا أحد سكان منطقة الأشرفية بشارع ساسين ساكن حد ورشة عمار عم بيخبرنا عن ولد ما بيتعدى عمره 6 سنين عم بيشتغل على حفار قالنا أنه الولد عم بيداوم كل يوم بمطرح ما فيه ولا أي شيء من الأمان عملنا شغلنا رحنا على الورشة صورنا هذا الصابع رح نشوف نحن يلي صورناه أنا وياكم لنعلق عليه خلينا نشوف فأزان هون عم تشوف البي عم بيشغله للولد عم بيعلمه كيف يكون الشغل على الحفارة وهيدا هو الطفل يلي عم يتم تشغيله بهيد الطريقة واللي عمره 6 سنين كل حقوقه بالعلم واللعب هيدا الولد أكيد ما إلو رأي ولا مسموح يكون إلو رأي هون متل ما عم تشوفوا هو غصب عنه عم يشتغل ليكوا قديش عالي المحل هلا بتشوفوا السلم ليكوا قديش خطر يلي عم يعملوا ما في أي شي حمي عم يتعرض لخطر الموت بالشغل يلي عم يشتغلوا هيدا هو السلم اللي عم نحكي عنه ومدى خطورته كمان لهيدا الولد حسب ما نقلنا أنه بيه بيجيبوا معه كل يوم كل يوم يوميا على الشغل لحتى يشتغل معه بهيدا الورشة ليكوا قديش طويلة المسافية اللي بيطلع وينزل عليها على هيدا السلم حسب ما بيقولوا يعني بشهادة الهنسين والشغيلة والأشخاص أنه ولد عمره ستة سنين عم بيقولون أنه أقوى من بيه على الحفارة الدائل وهالولد عم يتمرن وعم يشتغل وعلى شوية صار عنده خبرة وكأنه بايهم عم يشتغل بس الولد عم يشتغل طلبوا منه ما نستعمل اللي صورناه لأنه صاحب الورشة مانع حيا الله حدا يقرب ويصور من الورشة لأنه ما بدهم حدا يكشفهم أو يكشف هيدا الجريمة يلي عم تنعمل بحق هيدا الولد البريء يلي مرجع من قول محله بالمدرسة ومثل ما سمعته طفل من الجنسية السورية من هيك خاف الباي لما قالوا له أنه نحن من اليوان وأنه عم نصور له ابنه فاستدرك هذا الموضوع دغري وخبه بسرعة هيدا الفيديو هو بلاغ وأخبار للأجهزة المختصة صرنا أسبوعين عم ننسق مع قضاء الأحداث مع الآضية غادة شمس الدين يلي فتحت ملف حمية بعتت مندوبة ولكن ما لقيته للولد بس راحت على هيدا الورشة اليوم المطلوب من القضاء يكون في حسم أكتر يكون أسرع من هيك يلي لازم يصير اليوم أنه يتم استدعاء صاحب الورشة ويتم استدعاء البي ويخضعوا للمسائلة ويخضعوا للمحاسبة بأسرع وقت خاصة وأنه المدارس مجانية بموضوع كمان الأطفال السوريين والنزحين السوريين ومحلوا لهيدا الولد لازم أنه يكون اليوم قبل بكرة بالمدرسة مش بهيدا الورشة مش يتم استغلاله بهيدا الطريقة البشعة جدا ويلي بتجرده من كل حقوقه كطفل